سوف تظهر لك فكرة التقعر في الكثير من الفئة الخاصة بك في حساب التفاضل والتكامل حسناً ما تريد القيام به في هذا الفيديو هو معرفة ما هو التقعر هو ما كان مقعراً للأعلى أو مقعراً للأسفل عليك معرفة ماذا تعني ومن ثم مناقشة أفكار نقطة الانعطاف إنها نقطة انتقالية بين ما هو مقعر للأعلى ومقعر للأسفل أو ما هو مقعر للأسفل ومقعر للأعلى حسناً اثنين من الأفكار التي سنتحدث عنها واحد التقعر لأعلى حسناً سأكتب في هذا العمود الأيسر هنا وربما باللون الوردي سوف يظهر لك ما هو مقعر لأسفل ذلك بطريقة بسيطة للغاية والتفكير في الأمر هو أن التقعر لأعلى له شكل حرف U وهذا سبب تسميته مقعراً لأعلى قد يبدو شيئاً من هذا القبيل دعوني أرسم بعض المحاور هنا وليس فقط مجرد حرف U هذا هو المحور منحنى التقعر لأعلى يظهر شيئاً كهذا ونحن نرسم ذلك باللون الأخضر يمكن أن يبدو شيئاً من هذا القبيل حسناً هذا الرسم البياني سيستمر كلما اتجهت X نحو الموجب والسالب مجال هذا الاقتران هو هذا هو FX إنه مقعر لأعلى ويمكنك أن ترى أن له شكل حرف U وسوف نناقش في المرة الثانية ما هو الميل أو ماذا يفعل لكن من السهل جداً أن ندركه بصرياً وبالمثل اسمحوا لي أن أرسم محور أريد أن أظهر لك كيف يبدو ما هو مقعر للأسفل اسمحوا لي أن أوجه بعض المحاور هناك أحاول إيجاد الاقتران FX يمكن أن يكون في أي مكان كما تعلمون النقطة السفلة يجب أن تكون في الربع الأول مثل هذا لها نفس الشكل العام شكل حرف U كما في التقعر لأعلى يمكنك تخمين كيف يبدو التقعر لأسفل إذا كان هذا مقعر لأعلى فإن التقعر لأسفل سيكون بالاتجاه المعاكس قد يبدو شيئاً من هذا القبيل قد تبدو شيئاً مثل هذا وربما يكون ذلك اقتران آخر جيل X لاحظ أنه يبدو شكل حرف U مقلوب إذن مجال هذا الاقتران هو مقعر لأسفل حسناً يمكن النظر ومعرفة ذلك على الفور إذا كان حرف U هذا لأعلى فإن هذا حرف U مقلوباً رأساً على عقب ولكن هذا يعني الميل فعلياً لنفهم ذلك دعونا نفكر فيما يحدث الميل هنا أنا فقط أقوم بذلك بصرياً عند هذه النقطة الميل من خط المماس أو الميل من الرسم البياني الفعلي أو الميل عند نقطة ومع ذلك اسمحوا لي أن نرى جيداً كيف يمكن أن أرسم سوف ننظر بشيء من هذا القبيل وهذا هو خط المماس حيث يتم في هذه القيمة X ثم نزيد X هنا يبدو في هذا الميل أو تلك القيمة X سالبة إلى حد ما الآن كما علينا أن نزيد X ربما ننتقل إلى نقطة أخرى انظر هنا ماذا يحدث خط المماس سيبدو هكذا هو لا يزال ينحدر للأسفل لكنه أقل انحداراً الآن هنا كان الميل للأسفل حداً جداً الآن الميل للأسفل أقل حدة ويمكن أن تستمر إذا ذهبنا إلى هذه النقطة ما زال الميل للأسفل ولكن أقل حدة ويبقى أن يحدث نحن نستمر في الحصول على أقل وأقل ميل للأسفل باتجاه الأسفل حتى نحصل على هذا الحد الأدنى من النقاط حيث أن الميل فعلياً يتخذ قيمة صفر ويستمر في الزيادة وإنه يستمر في الزيادة إذا ذهبنا إلى هذه النقطة الآن لدينا زيادة تصعودية حادة كما علينا أن نزيد إكس فإن الميل عند هذه النقطة يزيد أكثر إنه منحنى ميل تصاعدي ولذلك أريد أن يكون واضحاً جداً إذا ذهبنا إلى هذه النقطة اليسرى هنا لدينا منحنى ميل حاد جداً وكلما ذهبنا إلى أعلى الميل كما تزيد إكس طوال الوقت وكلما زادت إكس ماذا يحدث للميل؟ لقد زاد الميل إذن كلما زادت إكس زاد الميل كلما زادت إكس زاد الميل وهذا هو تعريف التقاعر لأعلى أو قسم من هذا المنحنى في هذه الحالة كان هذا المنحنى كامل وهنا تبدو الاقترانات يصل في بعض الشيء هنا كانت سالبة للغاية وأصبحت أقل سالبية أن تصبح أقل سالبية هذا يعني نفس مفهوم الزيادة حتى أنها أقل سالبية من هنا وهنا أصبحت مستوية تماماً الصفر هو ميل أعلى قيمة في بعض الميول السالبة هنا وبعد ذلك أصبحت موجبة وموجبة أكثر حتى أنه أكثر إيجابية والميل أكثر تزايداً الآن دعونا ننتقل إلى سيناريو التقاعر لأسفل دعونا نبدأ مع إكس هنا ربما هي منخفضة نسبياً هنا لدينا ميل عالي جداً في هذه النقطة لدينا ميل تصاعد عالي جداً كما تزيد إكس فإننا نذهب إلى قيمة أقل سالبية ما زال لدينا ميل تصاعدي وهنا أقل تصاعدية إذن الميل هنا يقل وهنا لا يزال منحنة الميل تصاعدياً تتجه من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين ولكن انظر إنه مستوي أصبح أقل إيجابية حتى نصل إلى هذه النقطة أنا لم أكن أرسم المنحنة الأصلي جيداً حيث يمكننا الحصول على لربما نقطة كحد أقصى لأن الميل يتجه للصفر وكلما اتجهنا للأسفل يصبح الميل سالباً ويصبح أكثر سالبية وحتى أنه يصبح أكثر سالبية ويمكننا أن ننتقل على هذا المنحنة وكلما زادت إكس فإن الميل يقل الميل أخذ بالتناقص الميل يقل أريد جعل ذلك واضحاً الميل كان موجباً جداً هذا لا يعني أن الميل سلبي هنا خلال هذه الفترة الميل يواصل في الانخفاض وينتقل من أكثر إيجابية إلى أقل إيجابية إلى أقل إيجابية ثم إلى الصفر ثم إلى سالب إلى حد ما ثم إلى أكثر سالبية ثم إلى سالبية أكثر حيث أنه يقل طوال الوقت في التقعر لأعلى الميل يزداد طوال الوقت لذا اسمحوا لي أن أرسم مثال قد يكون مزيج من الاثنين ربما سوف أترك هذا حولها فقط حتى نستطيع النظر إليها كمرجع اسمحوا لي أن أرسم محور هنا الخط ليس مستقيم ولكن سوف يتناسب مع أهدافنا اسمحوا لي أن أرسم بعض المنحنى هنا ولذلك ربما يكون لدي شيء يشبه ذلك ربما يبدو المنحنى شيء كهذا الآن ما هي الفترة لمجال هذا الاقتران؟ سنسميه HLX هل هذا المنحنى مقعر لأعلى أم مقعر لأسفل؟ حسناً يمكنك أن تنظر للأمر فقط من التعريف الأصلي قلنا أن التقعر لأعلى يأخذ شكل حرف U والمقعر لأسفل يأخذ شكل حرف U مقلوباً رأساً على عقب حسناً هذا يبدو كحرف U تقريباً هذه النقطة لأعلى أليس كذلك؟ لدينا شكل حرف U هذا ولدينا شكل حرف U هذا في المنحنى يبقى يدور حسناً من هذه النقطة لدينا تقعر إلى هذه النقطة سوف أرسم ذلك بنفس اللون إنه مقعر لأعلى ومن هذه الفاصلة إلى هذه لدينا تقعر لأسفل يمكنك التعرف عليه فقط في الواقع دعونا نستكشف ماذا يحدث للميل حسناً من هنا خط التماس عالي جداً سأمثله بلون مختلف هذا خط التماس له ميل بقيمة موجبة عالية جداً ثم إنها أقل إيجابية ثم عند هذه النقطة القصوى فإنه يتجه إلى الصفر ثم يصبح سالب إلى حد ما ومن ثم أكثر سالبية حتى أكثر سالبية حتى هذه النقطة فإن الميل آخذ بالتناقص وهذا يتوافق تماماً مع ما قلناه بشأن التقعر لأسفل ولكن شيء مهم يحدث عند هذه النقطة هنا سوف أكون دقيقاً هنا هنا يمكن أن ترى الميل لخط المماس يبدو مثل هذا أليس كذلك؟ وإنه أكثر سالبية من هنا وأكثر سالبية من هناك ولكن هنا يحدث شيء مثير للاهتمام فجأة يبدأ الميل بزيادة مرة أخرى أنا أريد استدراجه اسمح لي أن أستدرجه بدقة هنا الميل يبدو شيئاً كهذا حتى إذا كان علينا العودة إلى الوراء من هنا والانتقال إلى المحور السلبي فإن الميل كانت له قيمة أقل سالبية من قبل حيث أن الميل يتناقص ولكن عندما ننتقل إلى هنا فإن الميل أعلى إلى حد ما إنه أقل سالبية من قبل ثم يتجه نحو الصفر ثم يصبح موجباً إلى حد ما وحتى أكثر إيجابية لذلك تكون هذه النقطة في مجال الاقتران حيث أن الميل أخذ بالتناقص الميل يتناقص حتى هذه النقطة وبعد تلك النقطة يبدأ الميل بالتزايد لذلك علينا أن نسمي هذه النقطة شيئاً ثابتاً ونحن نطلق عليها شيئاً ما هذه النقطة هنا عندما ننتقل من التقعر لأسفل إلى التقعر لأعلى هذه تسمى نقطة الانعطاف وهذا أيضاً بسبب نقطة الانعطاف كان بطريقة أخرى اسمحوا لي رسم منحنى الذي يبدو كأنه هذا التقعر لأعلى وهذا التقعر لأسفل نقطة التحول التي تنقلك من تقعر إلى آخر وتؤدي إلى التغيير في قيمة الميل تلك هي نقطة الانعطاف لذا هي أيضاً نقطة انعطاف فماذا يعني هذا؟ ونأمل أن تفهم بصرياً ماذا يعني التقعر لأعلى والتقعر لأسفل ونقطة الانعطاف لكن ماذا تعني المشتقة الثانية؟ تذكر المشتقة هي معدل التغير اسمحوا لي أن أكتب هذا حسناً هذا هو الاقتيران ف في الاكس هذا هو الاقتيران وهذا ما نستطيع رسمه الميل لهذا الاقتيران هو فتحة للإكس عند أي نقطة من إكس كنت قد رأيت هذا عدة مرات بالفعل ما هي المشتقة الثانية؟ حسناً يمكنك إيجاد هذه المشتقة من المشتقة الأولى وهذا هو ميل الميل أو هو معدل التغير في الميل نفسه ماذا نقول عن التقعر لأعلى؟ التقعر لأعلى يكون عندما يكون الميل في تزايد هذا يعني أن معدل التغير في الميل موجباً حسناً ما يعنيه ذلك هو أن المشتقة الثانية هي ميل الميل عندما ف فتحتين للإكس أكبر من صفر هذا ما يخبرنا به منحنة التقعر لأعلى لأنه إذا كان هذا أكبر من صفر هذا يعني أن معدل التغير في الميل موجباً وهذا ما قلناه عن التقعر لأعلى الآن في التقعر لأسفل الميل يتناقص لذا معدل التغير في الميل يتناقص أو يكون سالباً في هذه الحالة فإن المشتقة الثانية تكون أقل من صفر ومن ثم في الحالة عندما كان التحول إذا كان أكثر من هنا دعونا ننظر في هذه الحالة التقعر لأسفل هنا تقعر لأسفل عند هذا الفاصل وهذا يعني أن المشتقة الثانية يجب أن تكون أقل من صفر على مدى هذه الفترة الزمانية ومعدل التغير في الميل سالب أخذ بالتناقص لذا في هذه الفترة الزمانية المشتقة الثانية أقل من صفر ولكن في التقعر لأعلى المشتقة يجب أن تكون أكبر من صفر في هذه الفترة الزمانية الأمر الذي يعني إذا كان لدينا المشتقة الثانية مستمرة وكانت المشتقة الثانية مساوية للصفر عند هذه النقطة سنرى ذلك في المستقبل الآن هذا الشرط بحد ذاته لا يكفي للقول بأن هذه نقطة انعطاف هناك شيء آخر حتى تكون نقطة انعطاف وهو التحول في الإشارات يجب الانتقال من كونه سالبا في التقعر لأسفل إلى موجبا في التقعر لأعلى أو يجب poco 2 سالبا في التقعر لأسفل ومن الواضح فيما بين هو الذهاب إلى التبديل إذا كنت تقوم بتبديل الإشارات يمكنك الضرب بصفر عندما تكون المشتقة الثانية الصفر فمن الممكن أن تكون نقطة انعطاف ومن ثم إن كنت ترغب في اختيار حول معرفة إذا كان فعلا هناك تحول بين الإشارات سيكون ذلك في الفيديو التالي ولكن نأمل أن يكون لديك على الأقل شعور بديه لما تبدو عليه نقطة الانعطاف والمشتقة الثانية يقول لنا إذا كان الميل متزايدا فإن معدل التغير في الميل موجبا وأيضا المشتقة الثانية موجبة وإذا كان الميل متناقصا فإن معدل التغير في الميل سالبا وأيضا المشتقة الثانية السالبة والنقطة عندما تنتقل من مشتقة ثانية موجبة إلى أخرى سالبة أو من مشتقة ثانية السالبة إلى أخرى موجبة تسمى نقطة الانعطاف أراكم قريبا